السلام عليكم. مرحبا من المتتبعي قناة الحمدي. اذا هذا النهار سنذهب على مسألة تمديد الحجر الصحي بالمغرب. اذا ستبقى معي مراسلة الامين العام للحكومة للسيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبين حول مشروع تمديد الحجر الصحي. اذا اليكم البلاغ كما جاء. يشرفني ان انهي الى علمكم ان مجلس الحكومة سينعقد تحت رئاسة سيد رئيس الحكومة يوم السبت 18 ابريل 2020 في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال ويشمل جدول اعماله على ما يلي. مشروع مرسوم رقم جوج 2330 بتمديد مدة سريان مفعول حالة التوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر. اذا هاد اليوم مع الساعة الرابعة والنصف زوالا غادي نعرفوه واش غادي تم تمديد الحجر الصحي بالمغرب او لا. او الى كان غادي امتد يعني الحجر الصحي شحال للمدة ديالو. اذا اليكم المرسلة كما يعني اه كما هي. وموقعة من الامين العام للحكومة. اذا شكرا على المتابعة وادرابلكم موعدا الى الحلقة القادمة ان شاء الله. اشتركوا في القناة. شكرا